أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتاج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024 يأتي ذلك وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات والتي حددت في هذا الجدول حددت يوم الرابع عشر من ديسمبر لتلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة ويومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج على أن تعلن النتيجة العامة في الثامن عشر من ديسمبر وتنشر بالجريدة الرسمية ملحمة شعبية وطنية سطرها الشعب المصري على مدار ثلاثة أيام كان عنوانها الوعي وبرهانها الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم في رسم ملامح مستقبل البلاد خلال المرحلة المهمة القادمة مشاهد لا تخطئها عين تجلت مع اصطفاف المصريين بالداخل ومن قبلهم أقرانهم في الخارج أمام لجان الاقتراع اصطفاف يبعث رسالة للعالم بأسره مفادها أن المصريين ما زالوا يدا واحدة مع وطنهم ومؤسساتهم لا يفرقهم خلاف ولا تضعف عزيمتهم أزمات أو تحديات قصة كتبها المصريون بكل فئاتهم في حب الوطن تجلت مع حرص الشباب والسيدات وكبار السن وأصحاب الهمم وكافة شرائح المجتمع على أداء واجبهم الوطنية منذ اللحظات الأولى لعمل اللجان الانتخابية وحتى آخر دقيقة في عملية الإدلاء بالأصوات ووفقاً للهيئة العامة للاستعلامات فإن الإعلام الدولي المتابع للانتخابات بمصر أجمع على أنها أجريت في مناخ من الحرية والنزهة ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو محاولات تأثير على اتجاهات التصويت كما أكدت هيئة الاستعلامات أن مراقب المنظمات الدولية والإفريقية لم يرصد مخالفة واحدة تتعلق بالإجراءات الانتخابية وفي هذا الإطار لا نغفل دور الهيئة الوطنية للانتخابات والتي قدمت كل صور الدعم اللوجستي لصالح الناخبين بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص فلأول مرة في تاريخ الانتخابات الرئاسية تمنح طريقة برايل المكفوفين حقهم في أداء وجبهم الدستورية إلى جانب توفير الهيئة لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مما ساهم في الإقبال على التصويت إضافة لدور الإعلام التوعوي ومع انتظار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يزدل الستار على استحقاق الانتخابات الرئاسية لتستعد مصر قيادة وحكومة وشعبا لتشين مرحلة جديدة من العمل الوطني